فرحة لما بتيجي بعد تعب كبير بيبقى ليها طعم تاني والانتصار لما بيجي بعد تعب كبير وبعد تحدي لكورونا وغيابات وطبعا مؤامرات ما فيش اي حاجة عطالت الرجالة دول وهم دول رجالة النادي الاهلي هي دي روح الفانيلا الحامرة الحقيقة مبارح الواحد كان جسمه بيقشعر هو بيتفرج على الماتش ومبسوط انه بعد ما كان خلاص ممكن شوية نفقد الامل لا فعلا كل الاهلاوي الاهلاوي تعرف يا احمد انه هو ما بيفقدش الامل لحد اخر ديه واخر لحظة لما شوفنا الرجالة دي هي بتتوج باللقب وبتختم لنا السنة دي بفرحة كبيرة احنا مش بس بنحقق بطولات على مستوى كرة القدم لا بنحقق بطولات على مستوى كل الالعاب الرياضية الالعاب الاخرى كمان وده الحقيقة يعني هو ده كيان النادي الاهلي طيب خلينا بس نفكر حضراتكم برضو بسؤال حلقتنا اللي مكمل معنا ان شاء الله لغاية يوم السبت الجاي لما نرجع لحضراتكم في بداية اسبوع جديد وبعد الاهلي ما يلاعب ودي ديجل الموتش اللي جاي مازال سؤالنا موجود على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة النادي الاهلي سواء على الفيسبوك او على تويتر او على انستجرام اختار افضل ثلاث لعابين من وجهة نظرك في مباراة الاهلي والاتحاد الاخيرة وهنعلن نتيجة ان شاء الله حلقة السبت الجاي ومن يوم الجمعة هيطرح طبعا السؤال زي ما تعودته وحفظته بقى خلاص انه بعد مباراة الاهلي ودي ديجل ان شاء الله هيترح السؤال ايضا على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة اشتركوا في القناة